السلام عليكم طلبة وطالبات الصبح الاول احدادي نكمل مع بعض شرح وحل كتاب جيم الوحدة التمنى الدرس الخامس والساتس سؤال الاول عندي بيقول خلي بالك بيقول لك عندنا منزل بمدخل كبير وحديقة صغيرة طبعا الشباب عندي كلمة مدخل اللي هي كلمة انتراتس السؤال اللي بعده بيقول لي خلي بالك والدي اشتروا لي عايزوا لك مجموعة رائعة من القصص القصيرة طبعا الشباب عايزوا لك كلمة collection اللي هي مجموعة السؤال اللي بعده when tourists visit a country they should have a note of important places in it يعني لما السياح يزوروا الدولة لازم يكون معاهم كتاب درشاد السياحي اللي بعرفه بالاماكن المهمة طبعا اسمه guidebook السؤال اللي بعده كده بيقول لي there is a science not at school i think علي well خلي بالك هنا طالما فيه كلمة when اللي هي فوز يبع عليها يفوز بمسابقة او منافسة اللي هي كلمة competition خلي بالك اللي هي number c competition السؤال اللي بعده كده بيقول لي هنا the Egyptian museum المتحف المصري has a lot of ancient not of king and queens خلي بالك المتحف المصري هايزوا لك فيه كنوس كتير قديمة للملوك والملكات اللي هي كلمة treasures السؤال اللي بعده بيقول لي the wizard الطقس is not today you should take your sun glass خلي بالك طالما هيلبس نطار الشمس يبقى الجو ايه شباب اكيد مشمس النهاردة كلمة مشمس عندي لها كلمة sunny السؤال اللي بعده بيقول لي i will visit my uncle today later not i will meet my friends خلي بالك ان عندنا حاجة مهمة جدا اسمها later on السؤال اللي بعده بيقول لي the grand Egyptian museum ان هو المتحف المصري الكبير has more space for not object يعني فيه مساحة كبيرة جدا اللي طبعا عايز اقول لك القطع القيمة اللي هي كلمة valuable ثم اللي بعده بيقول لي هنا there are a lot of clothes or not in the shop by my house خلي بالك عايز اقول لك فيه ملابس كويسة جدا معروضة فيه المحل بجوار المنزل طبعا كلمة display السؤال اللي بعده we should يجب علينا نغط our visitors and meet them in a friendly way طبعا شباب يجب اننا نرحب الزائرين لما نقبلهم في الاماكن يبقى هنا كلمة يرحب بي اللي هي كلمة welcome we should welcome السؤال اللي بعده بيقول لي the word means to mean measuring water from the top to the bottom خلي بالك قياس المية للقمة والقاع طبعا دي معناها العمق العمق يا شباب اللي هي كلمة deep السؤال اللي بعده بيقول لي هنا engineers طبعا المهندسين هم اللي بيصمموا المباني طبعا كلمة يصمم اللي هي كلمة design السؤال اللي بعده هنا كلمة grand egyptian museum اللي هو المتحف المصر الكبير stands for not عايزو قلك هنا المتحف المصر الكبير عايزو لك the grand egyptian museum كلمة دي بتوعني the grand egyptian museum اختصار لها let g e m صفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض عندنا exercise على الدرس الخامس والسادس بيبدأ معي بالسؤال انتهي لك سؤال المحادثة خلي بالك سؤال المحادثة سؤال مهم جدا لازم تقرأ محادثة كلها وترجمها قبل ان تبدأ التحلم انس بيكلم سائح فبيقوله welcome to egypt is this your first visit to egypt هل دي اول زيارة لك لمصر فبدأ يقول له thank you شكرا على التحية قال له yes and i am happy here ايوة وانا كمان مبسوط جدا هنا فانا استأل سؤال موجود في did you visit here بسأل عن حاجة فالسائح رد قال له i visited the pyramids and the grand egyptian museum يبقى اكيد بيسأله عن الاماكن فهنا يقول له اي الاماكن او اي الاماكن فممكن نقول له what places او يقول له which places الاثنين صح هنا نقول له what places did you visit here قال له ان هو ظهر الاهرامات وقيت هنا يا شباب اسمه the grand egyptian museum طبعا ده مصطلح لازم تبقى حافظه اللي هو المتحف المصري الكبير يبقى يقول له the grand egyptian museum بعد كده انا اسأله wow fantastic عاجبه طبعا الرحلة وقال له حاجة موجود فيها سؤال طبعا will you stay in egypt يقول له بقى يعني يسأل عن حاجة فأكيد هنا في الاجابة يقول له i will stay for two weeks خلي بالك لمدة اسبوعين يبقى بسأله عن ايه يبقى بسأل عن المدة الزمنية بسأل عن المدة الزمنية بحاجة اسمها how long يبقى هنا هيقول له how long will you stay in egypt كامل مدة زمنية اللي انت هتقعدها في مصر قال له اسبوعين انا سرد عليه بعد كده بسؤال قال له are you going to visit other cities هل انت بقى زورت اماكن ثانية طبعا الشباب بدأت فعلا ان or بقى على بيسؤرنه قال له في الاجابة sure طبعا بيقول له sure يبقى هنا اكيد يعني بيزور هيزور اماكن ثانية قال له yes sure I am going to بدأ يكمل له روح لقصر انا سأل له what places will you visit there قال له I will visit the Carnac ايه خلي بالك ده اسم معبد الكارنك اللي هو اسمه Carnac Temple يبقى يقول Carnac Temple اللي هو معبد الكارنك بعد كده السؤال اللي بعده سؤال يتشوز السؤال الاول عندي بيقول and what is a period of one hundred years يعني فترة هي عبارة عن مئة عام طبعا دي القرن يا شباب القرن هو century هو عبارة عن مئة سنة السؤال اللي بعده I went to the Grand Egyptian Museum and so many نقاط there يعني بقول لك انا رحت المتحف المصر الكبير وشفت الكتير من ايه هناك طبعا المتحف بيكون موجود فيه كنوز كنوز عندي له كيمة treasures سؤال اللي بعده بقول لي what is your reason not coming late عندنا حاجة اسمها reason for السبب لي يبهنا يقول له كلمة reason for دور عندي هاركمة for سؤال اللي بعده بقول لي هنا I can't put this book in my bag انا مش قادر احط الكتاب في الشنطة there isn't enough not for it عايز يقول لك ان هي مفيهاش مكان كافي اللي هي مساحة كافية كيمة الفراغ او المساحة يا شباب اللي هي space سؤال اللي بعده كده بيقول لي one of the most beautiful parts of the museum is there not with its big plants and statues خلي بالك يعني بيقول لك واحدة من اجمل الاماكن او الاجزاء في المتحف هنا عايز يتكلم عن المدخل بتاع المتحف اللي هو موجود في المدخل المتحف اللي هو entrance سؤال اللي بعده كده بيقول لي my grandfather لو اجدي always gives me not advice دائما بيعطينا نصائح ايه؟ عايز يقول لك نصائح قيمة لان هي بقول لك it's useful بتكون ناجحة يبكي من الفاليبون سؤال اللي بعده بيقول لي my brother likes writing stories بيحب كتابة القصص he wants to be a not one day طبعا بيحب كتابة القصص يا شباب عايز يطلع ايه في يوم الايام طبعا كاتب كلمة كاتب عندي اللي هي كلمة writer اللي هي معناها كاتب صفحة اللي بعده كده نكمل مع بعض السؤال اللي اول فيها بيقول who's not person in your family خلي بالك بي اسأل عن حاجة في العائلة كلها عايز يقول لك مين هو عايز يقول لك اصغر شخص في العائلة يبقى بيقارن شخصها بالعائلة سؤال اللي بعده بيقوله mountain climbing اللي هو تسلق الجبال is not dangerous than خلي بالك بقى dangerous than swimming بيقارن بين حاجتين بين السباحة وتسلق الجبال عندي زان وعندي صفة طويلة يبقى جيب أبلغة طول more او less فهنا هبص في الإجابة اللي بعده بيقوله which is not difficult subject at school برضو هنا صيغة تفضيل انا بقولك اي بقى مادة بتكون اصعب في المدرسة يبقى بيقارن مادة بمدرسة كلها يبقى زها والصفة و est ما عنديش يبقى عندي زها most و صفة طويلة يبقى هنا اقوله the most difficult سؤال اللي بعده سؤال خلي بالك سؤال مهم جدا عبارة عن اربع نقط بيكون عليهم اربع درجات نقطة الولى بقولي خلي بالك انا بشير الكلمة الغلط اولدر هنا ما تنفعش يتيجي بعد الزها اخرها يبقى زها عايزة صفة اخرها يبقى نقوله يبقى كل عليا ان انا هفضل بقى صيغة التفضيل زها والصفة اخرها فمكتوب عندي زها يا شباب هكتب بس كلمة oldest و هكتبها في الاخر est سؤال اللي بعده بقولي هنا you are safe here than خلي بالك في زان طالما في زان ما نفعش الناس هكتب safe زي ما هي كده هكتبها في الاخر er طيب هي اخرها ايه هكتبها ار بس فتبقى save here سؤال اللي بعده خلي بالك زها ما يجيش وراه الصفة الا ما يكون اخرها est فهنا اقوله it is the largest shop اللي هو الاكبر محل يعني in our town في المدينة كلها يبقى هنا بفضل المحل ده عن كل المدينة فهقوله هنا كلمة largest انا عندي زها في الجملة بحط بس الصفة is d اللي بعده بقولي is good زان ما ينفعش good زان قلنا good صفة شزة بشيلها خالص واجب مكانها كلمة طيب في التفضيل بستخدم the best وعنما دي مهمة جدا في اه اول عدالي فهنا اقوله is good زان ما تنفعش انما اقوله better than فهنا اقوله better than ولو تفضيل بقول زابست السؤال اللي بعده هو سؤال البرجراف خلي بالك السؤال ده بيكون محلول في اخر الكتاب الصفة اللي بعد كده نكمل مع بعض عندنا امتحان كامل على الوحدة بالكامل بيبدأ معها طبعا بالسؤال لسن سؤال نص الاستماع خلي بالك زي ما انت فعنا السؤال ده لازم اسمع كويس جدا القطع اللي هتتمليلي في الامتحان علشان من خلال اللي انا سمعته بابدأ اختار الاجابات بتاعتي يعني الاجابات اللي انا بحلها دي كلها انت بتحلها من خلال القطع بتسمح طيب بنحله بشكل سريع دي لان السؤال ده اصلا موجود في اخر الكتاب نبدأ السؤال التاني عندي سؤال ده لك سؤال محادسة خلي بالك لازم تقرأ محادسة كلها على مهلك واترجمها قبل ما تبدأ تحل محادسة بتاعتنا هنا تسنين بتكلم مروه بتقول لها did you hear about our schools plan to stop using mobile at school يعني بتقول لها سمعتي عن الخطة بتاعتنا لان احنا نوقف استخدام التلفون في المدرسة فالسؤال did did واقول الجملة الشباب معناها هل لما هتسألني ب did بقوله هنا yes i did سألت ب did هجابت ال u بتتحول ل i وبنزل did عندي فيه الإجابة في بقى اسمها yes i did بعد كده هتلاها what not وبعدين هتلاها think about it يبقى هنا اكيد بتقول لها شباب حاجة هتلاها will i think الطلاب بتقول لها انا اعتقد فمتقول لها ماذا تعتقدي لي اسمها what عايز فعل مساعد do والفعل عندي اللي هو you بعد كده هتلاها حاجة سؤال you think so هتلاها في الإجابة شباب عندي because خلي بالك بقى لما تلاقي because في الإجابة دايما لما تلاقي because او to في الإجابة بتسأل why هنا هتقول why والفعل المساعدة هيبقى do فلما علش الإجابة هتبقى why do you why do you بعد كده هتلاها i agree انا هتتفق معاك ان ده هيكون دار لصحتنا هتلاها في الإجابة sure بالتأكيد بتسبب اخطاء يعني امراض خطيرة هتلاها i am not not about that انا مش متأكدة من موضوع الامراض ده هتلاها i am not sure عندنا انا غير متأكد i am not sure هتلاها بعد كده in my not we shouldn't use mobile at school يبقى هنا بتقول لها في رأيي او في اعتقادي اسمها in my opinion ده مصطلح لازم تبقى حافظه يبقى in my opinion سؤال اللي بعد كده بيكون سؤال القطع خلي بالك سؤال القطع سؤال مهم جدا لازم تقرأ القطع على مهلك صحة اللي بعد كده نكمل مع بعض سؤال القطع ازاي ما اتفقنا بتقرأ القطع كلها على مهلك لو في حاجة ببقيت معي اكتب هذه في التعليقات سؤال الاول عندي هنا بيقولي what does the underlined word one refer to خلي بالك كلمة one الف القطع بتعود على ايه سؤال ده بتكرر يعني الكلمة اللي تحتها الخط دي بترجع الى ايه او بتشير الى ايه طبعا الكلمة دي كانت بتشير الى الكبري فنقول له هنا السؤال اللي بعده بيقولي هنا يعني بقى هو معناها من مين اللي بناء الكبري ده ارجع للقطع تاني يا شباب وقرأها على مهلي هلاقي ان اللي بناءه هو كينج فؤاد الملك فؤاد خلي بالك كل الاجابات دي بتحلها من خلال القطع يعني لازم ترجع للقطع وتقرأها تاني سؤال اللي بعده خلي بالك الفندق اللي موجود عنده في القطع الوحيد القطع اشارت اليه هو فندق فهنا اقول له يا شباب اكتب له اسم الفندق فاقول له وخلي بالك الكلمات دي كلها بتكتبها بتلاقيها موجودة في القطع يعني انت متكتبش من دماغي بتطلع للقطع وتنقل الكلمة عشان ما تغلطش في الحروف بتاها بعد كده بيكون عندي ثلاث اسئلة اختيارية على القطع السؤال اول عايز يقول لك بقى اتساع وقديه بارجع للقطع بتاعتي تاني بلاقي ان هو كان السؤال اللي بعده the word طبعا كلمة دي الشباب المعصود بيها هي القوارب الصغيرة او المراكب الصغيرة the small boots السؤال اللي بعده بيقول لي the bridge talk about not to complete خلي بالك هنا بيقول لك يعني الكبري ده اخد دي عشان يكتمل من القطع كان كتب لي انه اخد ثلاثين شهر يعني two and half years سنتين ونصيين السؤال اللي بعده بيقول ليه هنا يا شباب سؤال اختياري سؤال هاو نقط ازا كسر طبعا هنا بيسأل عن الكبري الكبري هاسأل عن ايه طول افقي اللي هي long اما طول عايزة ارتفاع زي البرج كده سؤال اللي بعده will he not come from different countries to enjoy visiting historical places بيتكلم هنا عن السياح بيقوا من جميع عن حال عالم عشان يتفرقوا على وزوروا الاماكن التاريخية السياح اللي هم السؤال اللي بعده كده بيقول لي kairostreet شوارع قهرة are always a دايما شوارع قهرة بتكون مزدحمة كلمة مزدحمة اللي هي pc سؤال اللي بعده is not however she goes on خلي بالك عليز يقول لك ان جملتين متنقضين على الرغم من ان مدرستها بعيدة بس هي بتروحها على اقدمها بتروحها ماشي بعيد اللي هي far سؤال اللي بعده we should look at our historical places يجب علينا اننا عايز يقول لك نعتني بي الاماكن التاريخية يعني تاني بي اسمها look after سؤال اللي بعد كده بيقول لي how is car park بيسأل عن حاجة under the ground يعني تحت الارض هنا بيسأل عن العمق العمق بيسأل عنه بكلمة deep يبقى how deep صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول i am sorry i know what was your opinion خلي بالك بيقول لك انا ااسف اكيد هنا هو مش بيتفق معك ابدا يبقى انا لا اتفق السؤال اللي بعده بيقوله هنا February is not mouth of the year اللي هو شهر فبراير بيكون عايز يقول لك اقصر شهر في الساعة يبقى هنا صفحة التفضيلة يعني زا والصفة واخيرها ESD فهنا اقول لك the shortest سؤال اللي بعده what's not in the world قال له ايه هو يعني بتكلم عن اطول نهار في العالم قال له the nine يبقى هنا عايز الصفة واخيرها ESD وبعد زا والصفة اخرها ESD يقول هنا which is not Egypt or Germany خلي بالك هنا بيقارن بين دولتين بيقارن بين مصر وألمانيا يبقى هنا اسم قارنة صفحة اخرها ER سؤال اللي بعده سؤال correct خلي بالك عندي اربع نقاط بيكون عليهم اربع درجات كل علينا انشرك المغلط دي وقت ما كان هكلم صحة هنا بقول لي Luxor is جبلي كمت hot ZAN طبعا زان عايز الصفحة يكون اخرها ER طيب هنا بضعف T ويقول اسمها hotter احط لها ER في الاخر يعني اكثر حرارة من السؤال اللي بعده I am good at English ZAN برضو good ما ينفعش تيجي مع ZAN فانا دي سوف اشازة بيستخدم بكانها bitter ZAN طب لو في حالة التفضيل برافع عليك بيستخدم the best يبقى عندي good لما اجا قارن بقول bitter ZAN ولما اجا فضل بقول the best طبعا most ما تجيش ابدا مغير ZAN فانا هنا بقول هنا شباب عايز اقول the most expensive كل علينا انا هزبط الجملة دي سيغل التفضيل عايز يقول لك يعني احنا اشترينا اغلى بيت او اغلى منزل في المدينة بقول the most expensive السؤال اللي بعده بيقول هنا Dina is a clever girl in class برضو خلي بالك هنا انا عندي بيفضل تفضيلة شباب ZAN بيجرى صفة اخرها EST فانا هو اجتب لي Z فهكتب له clever واحطلها EST cleverest السؤال اللي بعد كده بيكون عندي سؤال البراجراف السؤال ده بيكون محلول في اخر الكتاب بس يخلي بالك ان شاء الله هنزل لك فيديو كامل في قائمة تشغيل الصف الاول الاعدادية شرح كيفية كتابة البراجراف بالتفصيل اشتركوا في القناة